في إطار جهود صندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة قناة السويس والمجلس القومي للمرأة تعمل مبادرة وحدات المرأة الأمنة على تحسين جودة الخدمات وإتاحة استجابة سريعة لاحتياجات النساء التي يتعرضن لأي شكل من أشكال العنف وتعزيز مصاري الإحالة الوطنية للسيدات التي يعانين من العنف وفي إطار الشراكة متعددة القطاعات تم افتتاح وحدة استجابة طبية للتعامل مع المعنفات في كلية طب قناة السويس بحضور ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فريدريكا ماير وتقدم الوحدات خدمات طبية تشمل الكشف والدعم النفسي الأولي والمشهورة على أيدي أطباء وهيئة تمريد مدربين على احتياجات الاستجابة الطبية في حالة العنف ضد المرأة النهاردة بنحتفل بإفتتاح أو إطلاق العمل الفعلي في عيادة مرأة الأمنة داخل جامعة كوانت سويس العيادة بتشوف النهاردة نحن معانا وفد المجلس القوم للمرأة وميسيس فريدريكا ماير ممثلة عن الأمم المتحدة في إطلاق مثل هذه الوحدة الوحدة حضرتك ضمن الوحدات اللي بتطلق داخل الجامعات المصرية ومستشفات الجامعية لتقديم خدمات صحية ونفسية ومجتمعية النهاردة افتتاح الوحدة رقم عشرة من عيادات المرأة الأمنة على مستوى الجمهورية أول تعامل مع جامعة كنات السويس ووجود في الإسماعيلية هي بالنسبة لنا صراحة خطوة كبيرة قوي افتتاح الوحدة في المستشفى والشاركة مع المستشفى الهدف منها أن كل استتاتيب عندها مساحة تقدر تقدم فيها شكوتها تحصل على خدمة طبية متكملة دعم نفسي قدرة أنها تأخذ خدمة إحالة لخدمات المجلس القومي المرأة فالهدف أن تكون نقطة لخدمات متكملة من خلال المستشفى